وفق مجلس الوزراء على إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات دوي الهمم ونص التعديل على أنه يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص دوي الإعاقة حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي بالتنصيق مع وزارة الصحة كما يشترط ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة برسم الشخص دوي الإعاقة دون أن يشمل ذلك السيارات الموجودة بالمناطق الحرة وكذا التي تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي بالنسبة للسيارات ذات محرك بنزين أو سولار أو هاجين